زي ما احنا شايفين ضغطنا على كلمة تعديل ملفك الشخصي وبعد كده روحنا على اعدادات المعلومات الشخصية هلاقي معايا انه تم استخدام او انشاء حساب انستجرام بدون رقم هاتف وبدون ايميل البريد بريد عشوائي مش رئيسي تابع معايا الطريقة والشرح ازاي ادرنا نعمل الكلام ده لاخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على قناة ابداع مصري اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده هنتكلم ازاي نقدر نعمل انستجرام بدون رقم هاتف وبدون ايميل تابع معايا الشرح لاخر الفيديو ده كان طلب بناء بعد ما عملنا سلسلة من الفيديوهات اللي هي انشاء حسابات بدون ارقام هاتف وبدون ايميلات عملنا قبل كده في القناة انشاء حساب فيسبوك بدون رقم هاتف وبدون ايميل وعملنا انشاء تويتر بدون رقم هاتف وبدون ايميل ودباي السلسلة وعملنا طبعا الجيميل زات انشاء بريد جيميل او حساب جوجل بدون رقم هاتف كل الحاجات دي هتلاقيها في الوصف لو حابب انك تتطلع عليها وشرحنا النهاردة هو عن كيفية انشاء انستجرام بدون رقم هاتف وبدون ايميل تابع معايا الشرح لنهاية الفيديو عشان كل الطرق تنفع معاك والطريقة تنجح معاك وما حصلش فيها اي مشاكل في البداية كده قبل الشرح مباشرة لو انت عامل حسابات انستجرام من على نفس التليفون ده قبل كده فالطريقة احتمال كبير يعني ان شاء الله هي احتمال كبير تنجح معاك بس احتمال صغير انها ما تنجحش معاك عشان ضمان انها تنجح معاك لو يفضل انه جهاز ما تكونش استخدمت عليه الانستجرام قبل كده او تنزل برنامج نسخ التطبيقات وهتنسخ تعمل نسخة تانية من انستجرام بس تجرب الطريقة معايا للنهاية وان شاء الله تنفع معاك حتى لو عامل حساب تاني اول حاجة هتخش على الانستجرام كده بالطريقة العادية بعد ما هندخل على التطبيق هنلاقي الوجهة دي معايا هنضغط على كلمة تسجيل بالبريد الالكتروني او رقم هاتف هضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هاختار كلمة البريد الالكتروني هتفتح معايا الوجهة دي بدون اي اه تعايدات هنخش بقى النقطة دي مهمة جدا نركز فيها جماعة هنا عاوز بريد الالكتروني طبعا انا ما عنديش جيميل وما عنديش بريد هوت ميل او اي حاجة اي بريد تاني اقدر اسجل بيه طب انا هعمل اي في النقطة دي هطلع من هسيب الوجهة دي زي ما هي هرجع بس الورى الخلف وهنزل تطبيق صغير من على متجر بيلي اسمه تيمب ميل او البريد المؤقت وطبعا هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف وتقدر تنزله معا طريق متجر بيلي هتدخل هنا وتكتب كلمة البريد المؤقت بالشكل ده باللغة العربية وهتدي له بحس هيظهر معاك اول خانة اللي هي دي نركز على العلامة عشان نعرف عشان فيه تطبيقات تانية منسوخة من التطبيق ده لكن ده التطبيق الرسمي هتغط عليها وهسبته طبعا انا مش عاوز لتلف اللفة ده كلها انا هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف رابط مباشر بدون اعلانات بعد ما نزلته ويسبدته وهينزل معاك بالواجهة دي وبالشكل ده هفتحه تابع معايا الشرح هتدي له رجوع بالخلف المفوق هنا على السهم اللي فوق تانية مرة تانية لحد ما تيجي لي علامة الاكسل اللي فوق دي هتخطها بعد كده هنا بيديك ايميل عشوائي تقدر تستخدمه في التسجيل على الانستجرام او طريقة النهار ده نقدر نستخدمه فيها لو عايز تغيره تضغط تعديل من تحت وهتعدله في حالة انا مش حابب ان انا اعدله زي ما هو تقدر كلمة تغيير فوق تغير البريد هتغط تغيير مسلا على سبيل المسال هتديله نعم هيتغير معايا بالشكل ده كل ما علي ان انا هضغط على كلمة نسخ وطبعا احفظ البريد ده لانه البريد ده اللي هو اللي هقدر اخش بيه بعد كده على الانستجرام تقدر تحفظه في نوتة تحفظه في دماغك لو هتقدر تحفظه تحفظه في ورقة خارجية اللي انت عاوز وهم حاجة يكون معاك لانك هنت البريد ده اللي هتقدر تسجل بيه بعد كده هنروح على انستجرام نتكمل باج الطريقة بتاعتنا هنضغط هنا وهنضغط ضغطة طويلة على كلمة البريد الوكتروني وهدي لصق للبريد اللي احنا جبناه بعد كده هضغط على كلمة التالي هنتظر معاكو هتفتح معايا الوجهة دي وهنا بيقول انه تم ارسال رمز او كود لتأكيد البريد الوكتروني بتاعي هاروح على التطبيق اللي انا نزلته مرة تانية اللي هو توم بميل او البريد الموقت هفتحه وهلاقي تحت هنا علامة واحد او على صندوق الوارد هفتحها وهفتح الرسالة ده الكود اللي جاء له زي ما احنا شايفين ستة سبعة خمسة اثنين اربعة ثلاثة اللي هو الكود ده هنسخ الكود ده هتغط ضغطة طويلة عليه وبعد كده هضغط على كلمة نسخ هروح تعني بقى للانستا زي ما احنا شايفين ونكمل بقى طرق التسبيت او طرق انشاء انستجرام بدون رقم هاتف وبدون ايميل هتغط هنا ضغطة طويلة على كلمة رمز التأكيد وهلسق الكود بعد ما تم لسق الكود هتغط على كلمة التالي ده ما احنا شايفين الشكل ده هنا بيقول لي دخل الاسم وكلمة السر لو انت وصلت معايا للنقطة دي ولسه ما دستش لايك دست لايك لان الفيديو ان شاء الله كده يبقى نجح معاك والطريقة هتنجح معاك مية في المية واشترك في القناة عشان ان شاء الله الجديد واللي جاي كتير وهتستفاد منه بازن الله هنا هدخل الاسم وكلمة السر ونشوف هيحصل ايه بعدها هتابع معي الشرح للنهاية عشان كل الخطوات تحصل معاك بنجاح ومحصلش فيها اي مشاكل طبعا بعد ما هتدخل الاسم وكلمة المرور هنا بيقترح عليك اقترح ان انك تعمل مزامن الجهات الاتصال يعني جهات الاتصال اللي عندك اللي هي ارقام التلفونات يظهر لك الاشخاص اللي عاملين انستجرام وتقدر تعمل لهم متابعة وفولوا من خلالهم او لا او تقدر من هنا تتخطى الموضوع ده من الخانة التانية اللي هي متابعة دون تحميل جهات الاتصال في حال تاني عشان وقت الفيديو ما تطولش هعمل متابعة دون اه مزامن الجهات الاتصال لو انت عاوز تحملهم اضغط فوق على العلامة هي مزامن الجهات الاتصال انا هتغط كده هنا بقى بيحولني على الواجهة ان انا احط تاريخ ميلادي هنزل تاريخ ميلادي هحطه. بعد ما دخلت التاريخ ميلادي هضغط على التالي. تابع معي الشرح. وهنا بيقول لي هل تريد التسجيل باسم الاسم اللي هما مقترحين وليه ده. اقدر اغيره من هنا من كلمة تغيير الاسم. وغيره وحط الاسم اللي انا اه محتاج ان انا حطه واشيل الاسم ده نهائيا. طبعا انا في حالتي عشان برضو مش حابب انه الفيديو يطول عليك و واختصر على قد مقدر. لو انت عاوز تغير الاسم هتقدر تضغط على كلمة تغيير اسم. وتختار الاسم اللي انت حابه من هنا. بعد ما هتحط الاسم بتاعك اللي انت حطيته هتضغط على كلمة التالي. هنتظر معاكو بيقول لي هنا جاري التسجيل. مش عاوز اغطى اي حاجة من الفيديو عشان تقول لحاجة تبقى واضحة للمتابعين بتوعنا. هنا كده اتعامل معاك اه انستجرام بشكل نهائي بدون اي مشاكل. وهنا حساب الانستة بيقترح عليك انك تربط حساب الفيسبوك بالانستة بتاعك. طبعا دي حاجة شخصية ترجعها ليك. ترجع ليك لو حابب انك تربط الحساب الاكاونت الفيسبوك بتاعك مع الانستة ده. يبقى تضغط على الرابط بحساب. بس انا مش هعمل كده عشان برضو وقت الفيديو ما يطولش عليكو. هضغط على كلمة تخطي. وزي ما احنا شايفين بعد ما هنضغط التخطي هتجي للوجهة دي. وزي ما احنا شايفين نضغط على كلمة متابعة الاصدقاء. هيعرض علي بعض الاصدقاء اللي هم ممكن اكون اه عارفهم اللي هاقترحهم علي الى انستجرام. اه وبعد كده تقدر تعمل لهم فلو او متابعة من خلال الخانة دي. انا مش هعمل كده عشان وقت الفيديو برضو حابب ان انا اشرح لكم الطريقة بطريقة مختصرة. واشرح لكم الحتة المهمة فقط او النقاط المهمة بس من الفيديو. اللي هي تقدر تعمل من خلالها الانستجرام بدون اي مشاكل. اضغط على كلمة تخطي انا في حالتي. وهنا بيقول لي اضيف صورة. يفضل يفضل انك تضيف صورة مباشرة عشان ضمان استقرار الحساب وانو الحساب ما يتعطلش معك انك تحط صورة في الخانة دي. من خلال اضغط على كلمة اضافة صورة وتحط صورة وتضيف الحساب. انا في حالتي هضيف صورة سريعا كده وارجع ليكو تاني. بعد ما ضيفت صورة هضغط على كلمة التالي. تابع معي الشرح. هنا برضو هيقترح علي بعد اه بعض الانستجرام اللي هو بتاعة المشاهير تقدر تتابعهم وتعمل ديهم. تقدر تشوف انت محتاج تتابع مين من خلال الخانة دي او اللي هقترح عليك الانستجرام او تتخطى الموضوع ده من خلال العلامة الموضوع فوق السهمة. بالضغط عليه. وبكده مبروك عليك انست بدون رقم هاتف وبدون ايميل. ويتعالوا نبصوا على الحساب نشوف في اه ايميل احنا عاملينه جيميل قبل كده او هو 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 نفس الايميل. تقدر ترجع لاول الفيديو وتشوف وتلاحظ ان هو هو نفس الايميل او البريد المهمل اللي عملنا به هتلاقيه هو هو اللي عاملينه في الحساب بعد ما هنتطلع على بيانات الحساب دلوقتي. ما تنساش لو وصلت معالض حتة دي. والطريقة نجحت معاك. يريد تقلنا في الكومنت انه ان شاء الله الطريقة نجحت معاك مية في المية. هندخل على الصورة الشخصية بتاعتنا وبعد كده تعديل الملف الشخصي. وبعد كده اعدادات معلومات المعلومات الشخصية عشان نتأكد انه كل حاجة واضحة بالنسبة للمتابعين بتوعنا. اهو مش موجود عندي اي رقم هاتف. والبريد ده هو هو البريد اللي عملنا تسجيل به على في البداية الفيديو تقدر ترجع وتشوف الفيديو ده تلاقيه هو هو نفس البريد اللي انشأنا به الحساب. وبكده فيديو بتاع النهاردة نتأكد. نعم احتاج اي معلومة او استشارة خصوص التطبيقات او اه الاندرويد بصفة عام مكتبها لنا في التعليق وانحاول نجمعها لك حتى لو مش بنعرفها وانشرحها لك في فيديوهات جاية كتير. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة